اشتركوا في القناة المناطق الغربية والوسطى غيوم كثيفة ايضا ستميز المناطق الشرقية مع بعض الامطار اقصى الشرق الجزائري وليت الطرف وعن نابع لشكل زخات المناطق الصحراوية من مناطق شمال الصحرا والوحات ومنطقة الصورة وسط الصحرا واقصى الجنوب هجوة صافية ومشمسة باذن الله تعالى في الفترة المسائية نتوقع ايضا صفافي احوال طقس على كل مناطق الصحراوية والمناطق الغربية والوسطى والشرقية باستثناء اقصى الشرق الجزائري وليت الطرف وعن نابع وايضا سوق هراس وقالما ستميزها سحب كثيفة عابلة قد تعطي بعض الزخات المطارية الغير مستبعدة ان شاء الله نذكر متابعينا كرام بدرجات الحرارة ليوم الاثنين باذن الله تعالى ستكون اجواء باردة باذن الله تعالى خاصة على المناطق الجنوبية الغربية والمرتفعات الغربية سنسجل على ولاية النعام البيض الأغواط وولاية الجلفة ما بين 0 درجة الى درجتين 0 درجة الى درجة واحدة على ولاية باتنا خنشتا وتبسا من البواقي قسانطينا قلمة وسقهراس وميلا وسطيف برج بورريج والبويرا المدية عين الدفلة بالإضافة الى ولاية تيار سنسجل ما بين درجة الى درجتين ان شاء الله 6 درجات من ولاية تعينتي وشينت وتلمسان وهران مستغانا موصولا الى الشلفة وتيبازا ثمانية على جزال عاصمة بومردس تيزي وزو الى غاية السواحل الشرقية ولاية الطارف عن نابا وسكيكدا وجيجل وبيجايا وتزي وزو المناطق الجنوبية من منطقة الصورة لغاية شمال السحر والواحات من بين 5 الى 7 درجات نفس المقياس تقريبا على المناطق الجنوبية مع تزييل 0 درجة الى درجتين على المناطق الجنوبية الشرقية من بين ورقلة حاسم سعود ومرتفعات الهوغار والتصالين نذكر متبينة كرام بالرياح ليوم الاثنين في الفترة المسائية بعد الرياح ستميز السواحل الشرقية أقصى الشرق الجزائري وليت الطرف وعما بسلتات الرياح قد تصل الى ما يقارب 30 كم في الساعة اذن تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته